الاستقرار منذ 2014 احنا شفنا يعني في الثلاث سنين الاولانين 11 و 12 و 13 كان فيه نوع من الاضطراب في الشارع المصري ولذلك في الاربع سنين اللي فاتت دول حصل عندنا دلوقتي الاستقرار ناخد الاستقرار السياسي مكونات الدولة النهاردة موجودة عندي دستور عندي رئيس منتخب عندي برلمان وكل واحد بيقوم دوره في المجال فده معناها مكونات الدولة بتاعتي موجودة بالفعل وتؤدي يعني بشكل منتاز الاداء الجيد من اجل التشريعات فيما تعلق بالبرلمان التشريعات الرئيس هذا بنشوف قد ايه انه هو انا مش متخلص زيب يعني بالايقاعة السريع بتاعه ربنا يحمي يا رب لمصر وكمان بنشوف الدستور بتاعنا اتحط وفقا لمتطلبات شعب مصر وكلها في هذه الحالة وعشان كده ده الاستقرار كمان هل نضيف للاستقرار السياسي ينضم اليه الاستقرار الامني وندمه ورمي نخش بقا في الاستقرار الامني فالاستقرار الامني بقا اللي هو محاربة التطرف وجماعات الشر في هذه الحالة والمنطقة طبعا يعني زي ما كلنا شايفين وعارفين وبنسمع انه فيها يعني هذه الجماعات يعني بتقوم بعمليات ارهابية كثيرة